بلينكين في المنطقة مجددا ماذا يحمل في هذه الجولة الجديدة حول هذا الموضوع ينضم إلينا في الستوديو دكتور أحمد سيد أحمد خبير الشؤون الأمريكية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أيضا من واشنطن ينضم إلينا دكتور وليام لورنس الدبلوماسي الأمريكي السابق ومن النصرة الأستاذ محمد زيدان الكاتب والباحث في الشؤون الإسرائيلية مرحبا أهلا ومرحبا بضيوفي جميعا في القاهرة وفي الناصرة وفي واشنطن أبدأ بالقاهرة معك دكتور محمد إذن جولة جديدة هي الخامسة لبلينكين إلى المنطقة هل تتوقع أن تكون نتائجها مغايرة للجولات السابقة؟ تحياتي لك أولا دكتور عمر ولكل ديفك الكرام وأيضا لمشاهدينك الكرام في الواقع أن عندما نتكلم عن مقراجات هذا أو تغير المقراجات عن الجولات السابقة يعني بنفترض أن هناك متخلات مختلفة الوزير جاء في الجولة الخامسة وليس في جواباته جديد بمعنى لا يملك رؤى واضحة أو أليات محددة بشأن على أقل القضايا الرئيسية أو الملفات السلاسة سواء على المصار السياسي أو المصار الأمني أو المصار الإنساني المعضلة الأمريكية وهذا ما ظهر في الجولات الأربعة وأخشى أن يكون في الجولة الخامسة هو أن أمريكا دائما تحاول الجمع بين المتناقضات يعني تحاول أن توازن ما بين أمور متناقضة وبالتالي تحاول يعني على سبيل المثال على المصار الإنسان هي من ناحية أحد ملفات الزيارة هو إدخال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في المقابل قبل أيام قامت أمريكا بقاطع تميلها عن الأنروا وبالتالي هنا التناقض كيف يمكن الحديث عن إدخال المساعدات الإنسانية بينما أمريكا ومعها مجموعة من الدول الغربية تقود الإعقابة الجميع الفلسطينيين هم يتحدثون عن بداء الأنروا بس على أقل الأنروا هي المنظمة الوحيدة التي تعمل وليس هناك منطق مبرر لتجميد عملها خاصة أن التهمات الإسرائيل لم يزبط حتى لو اقتردنا جادلا أن هناك 12 من بين 13 ألف موظف و50 ألف متعاون بقساسة العقابة الجماعة لأن هذه القرارات جاءت بعد محكمة العلد الدولي على المسار الأمني أيضا أمريكا من ناحية التماهي مع الموقف الإسرائيلي في وقف دائم لإطلاق النار وفقط تطلب بهدنة إنسانية ربما طويلة نسبيا لمحاولة لطلبية متاعب غز وهذا أيضا لا يتحقق في ظل اشترات حماس بيئة أو الفصائل بوقف دائم لإطلاق النار حتى على المسار السياسي أيضا هي تريد حل الدولتين وفي المقابل لا يمكن تطبق هذا الحل أو كيف ستطبقه في ظل وجود حكومة نيتانياهو وفي ظل استمرار المعارك وبالتالي هنا الزيارات يأتي أكتر في إطار الاستماع للرؤى هو ما زال الإساسة الأمريكية تجاه إسرائيل في إطار المناشدة المطالبة وحتى الآن لا تملك الضغط الحقيقي لفرض مسارات على هذه القضايا السلات أنقل وجهة النظر هذه إلى واشنطن إلى الدكتور وليام لورانس الدبلوماسي الأمريكي السابق الدكتور لورانس الدكتور أحمد في السوديو يتحدث وربما يرى بأن هذه الجولة الجديدة لبلينكين في الشرق الأوسط لن تأتي بجديد سوى مناشدات للطرف الإسرائيلي وعدم القيام بدور فاعل أو بخطوة فاعلة لوقف إطلاق النار أو حتى التوصل إلى هدنة هل تتفق معه في هذا الرأي؟ طيب يعني أوعيد السؤال مرة أخرى على الدكتور لورانس في واشنطن ضيفي في السوديو الدكتور أحمد يقول بأنه ربما لم تختلف كثيرا هذه الجولة العالية للوزير بلينكين إلى الشرق الأوسط عن جولاته السابقة هل تتفق معه؟ لا أتفق مع هذا لأنه إذا ما كانت هذا صحيح لم يكن لدينا أول هدنة أو الوقف لإطلاق النار وتبادل الأسرة وفي الوقت ذاته زيادة المساعدات الإنسانية لا يمكن أن نحل الحرب الموجودة الآن من دون أن يكون هناك دبلوماسية ويمكنني القول أن أفضل النقاط الإيجابية التي حدثت إلى الآن هي بفضل المناقشات والزيارات الخاصة ببلينكين ومنقشات جاك سوليفين ووسطها من الدول الأخرى لكن بدون أي حل دبلوماسي لن نتمكن من إمرار هذه الهدنة ولا يمكن للمناقشات الدبلوماسية ولا للزيارات الدبلوماسية أن تؤتي ثمارها من أول مرة لذا هو يحاول مرة أخرى أن يكون هناك إطلاق صراح للرهائن وزيادة أخرى للمساعدات الإنسانية ووقف إطلاق النار وأيضا ماذا بعد الحرب وما مستقبل هذه المنطقة وفكرة التعاوش ما بين الشعبين وأيضا حل كافة النقاط التي تجعلهم يعيشون في بيئة مواتية ولكن ماذا أصفرت هذه المناقشات وهذه المحادثات التي أشرت عليها نحن دخلنا في شهر الخامس من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عدد الضحايا تجاوز 27 ألف ضحية عدى عن عشرات الألاف من المفقودين والمصابين يعني هل يحمل بلينكين شيئا ملموسا جديدا لوقف هذه المجازر قبل الحديث عن اليوم التالي للحرب نعم بالطبع هذه الحرب سوف تنتهي عندما تقول الولايات المتحدة الإسرائيل أن يكفي وأنهم يجب عليهم أن ينتهوا من هذه الحرب ولكن الولايات المتحدة تلعب دور رئيس ويجب ولن تحدث أي خطوة إيجابية من دون تشجيع أمريكي ولكن الولايات المتحدة لا تريد أن تتدخل في الشأن الإسرائيلي ولكن يجب عليهم أن يقومون بإقناع إسرائيل لأن إسرائيل لن تتوقف من دون إقناع ورأي أمريكي وحتى نتنياهو لن يخضع إلا للرأي الأمريكي لذا المناقشات سوف تقنع الجانب الإسرائيلي ولكن الجانب الأمريكي لا يمكنه أن يقول قم بإيقاف الحرب ولكن يقدر بهم أن يأخذوا نهجة دبلوماسية طيب تحول إلى الناصرة مع دكتور الأستاذة محمد زيدان أستاذ محمد إسرائيل والقادة الاحتلال استبقوا جولة بلينكين وبينما كان يجلس مع الأمير محمد بن سلمان في الرياض في المملكة العربية السعودية كانت هناك تصريحات نارية سواء من نتنياهو أو من بن جفير الذي يرفض جملة وتفصيلا حتى مناقشة إقامة دولة فلسطينية مستقلة هل تعتقد بأن هذا الأمر مقصود من قادة إسرائيل لربما إفشال هذه الجولة؟ مساء الخير أعتقد بأن ما ذكرته صحيح بخصوص الرسائل التي أرادت إسرائيل إيصالها إلى بلينكين قبل حتى يفتح ملفات النقاش في السعودية لا شك أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد من هذه الزيارة أعتقد ثلاثة أمور الأمر الأول هو إرسال أو دعم وتعزيز المفاوضات التي بدأت في باريس بكل ما يتعلق باتفاقية الإطار للتوصل إلى هدنة وتبادل للمحتجزين والحديث طبعا هنا عن حل النهائي لهذه القضية ليس فقط من أجل إنهاء الحرب وإنما أيضا لأن الولايات المتحدة الأمريكية وجدت نفسها متورطة في هذه الحرب منذ اليوم الأول والآن هناك خطر جدي على توسع هذه الحرب في المنطقة وبالتالي الإدارة الأمريكية تريد أن تحصل على إنجاز ما يمكن أن يشكل إنجاز يمكن أن يعرض ضمن الحملة الانتخابية للإدارة الأمريكية الحالية بالإضافة إلى هذا الملف هناك كل ما يتعلق بما درجت على تسمية اليوم التالي والحديث عن الحلول السياسية ودور السلطة الفلسطينية ومن سيحكم غزة باعتبارها عناصر أساسية تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تضع أسوسها قبل أن تضع الحرب أو زارها هذا بالإضافة إلى الجانب الثالث وهو ما تحدث عنه بايدن بكل ما يتعلق بالسلام الإقليمي والحديث عن استغلال ما بعد الأزمة وبعد الحرب من أجل فتح أفق لتطبيع عربي كامل مع السعودية ومع دول أخرى في العالم العربي والإسلامي مقابل توقف إسرائيل عن الحرب ومقابل اعترافها بالدولة الفلسطينية ولكن كل ذلك هو شعارات وقضايا هامة وأنا أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية لديها كل الإمكانيات من أجل الضغط على إسرائيل وإسرائيل لا تريد ذلك يعني القيادة السياسية الإسرائيلية كما ذكرت استبقت هذه الزيارة بحديث من قبل بنيمين نتنياهو الذي تحدث سنسحق حماس وسنستمر في الحرب هذا المساء قبل دقائق تحدث جيلاند في مؤتمر صحفي وقال بأن الحرب ستستمر لأشهر وأنه يعني يستمر في الضغط على حماس وأن ذلك سيحرر الأسرة ويبدو بأن الزيارة جاءت أيضا بين تسريبات بايدن الذي شتم نتنياهو ووصفه بأكذع الوصفات وما قال بنكفير بمقابلة مع الصحفاء الأمريكية التي أهان بها الرئاسة الأمريكية ودور الإدارة الأمريكية في هذه الحرب إذن هناك مواقف وهناك برامج وهناك على الأقل التوجهات وخطوط عامة ولكن الولايات المتحدة على ما يبدو ليس لديها الإرادة السياسية لتفاعل قدرتها على الضغط على إسرائيل لأسبابها الداخلية وأيضا أحيانا نرى وكأن إسرائيل هي من تبتز الولايات المتحدة الأمريكية وتضغط عليها وإلا فما معنى أن تكرر الولايات المتحدة زيادة الدعم المالي بأكثر من 14 مليار فقط بالأمس وهي تسمع التصريحات الإسرائيلية التي تناقض كل أفكارها وبرامجها وما تضعوا بالنسبة للمنطقة هذه نقطة مهمة وقد أعود إليها مع ضيفي في واشنطن لكن أتحول إلى الدكتور أحمد في القاهرة دكتور أحمد منذ آخر زيارة لبلينكين إلى المنطقة والتي كانت القاهرة إحدى محطاتها وحتى الزيارة أو حتى الجولة الحالية التي سيزور فيها أيضا القاهرة ماذا تغير في الموقف المصري؟ ما الجديد الذي يمكن أن يستمع إليه البلينكين من المصريين؟ وماذا يريد أن يستمعوا المصريون من الضيف الأمريكي؟ في الواقع دكتور أحمد أن الموقف المصري السابت وواضح فيما تعلق بالمصارات السلاسة المصاري السياسي بعدين رفض التهجير القصري باعتباره قط أحمر وأيضا في المصاري السياسي العمل على تفعيل حل الدولتين باعتبار أنه الحل الجازري لهذا الصراع وأن ما حدث فيه 7 أكتوبر وما بعده وعرض لمرض هذا المرض استمرار لاحتلال وغياب أفق التسوير السياسي وبالتالي يعني ربما هذا الجهد المصري ربما ترجمة بدأ يأتي سماره في حديث أمريكا عن احتمالية الاعتراف بدولة فلسطينية من زوعة السلاح هناك الآن حديث بريطاني فرنسي عن اعتراف بدولة فلسطينية من جانب واحد وهذا بيعكس أن هناك قناعة أوروبية الآن وغربية بالحل السياسي وأن المقربة الأمنية الإسرائيلية لن تؤدي إلى أمر على المصاري الأمني أيضا هناك الموقف المصري السابت فيما تعلق به أولا العمل على وقف دعم إطلاق النار أو من خلال هذا المقترح الذي قدمته مصر ثم طور ثم طفاق بريس هو صلب الاقتراح للمصري ثلاث مراحل يعني طويلة نسبيا بهدنة طويلة ربما تقود إلى وقف دعم إطلاق النار باعتبار أيضا هذا يمثل نقطة مهمة متعلق بالمصاري الأمني أيضا ثابت المصري عدم توسع الصراع الإقليمي وهذا أيضا على المصاري الإنساني بالطبع مصر طبعا مع الجانب الإنساني تخفيف المعاناة إدخال المساعدات الضغط على الجانب الأمريكي لكي يضغط بدوره على الجانب الإسرائيلي لإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية وهنا الإشكالية يعني هذه الرسالة المصرية سابتة ويسمعها بلينك في كل زيار وهي بدأت تتسمعها في تغير نوعي أو ربما بعد التغيرات في الموقف الأمريكي على الأقل متضامن في الموقف السياسي ربط التهجير القصري عمل حالة دولتين وإدخال المساعدات لكن تظهر للإشكالية الأمريكية دائما وهذا أن أمريكا لديها كما قال ضيافة لديها القدرة وليس لديها إرادة أو الرغبة فيما تعلق به الضغط على إسرائيل الرئيس بايدون أن يحاول أن يوازن أو يرضو كل الأطراف وهذا أدى إلى ربما فشل السياسة الأمريكية حتى الآن في لعبة دور الفاعل في هذه المسارات هو من ناحية يحاول أن يرضاء اللوب اليهودي ويدعم أمن إسرائيل ويدعم إسرائيل في المجلس الأمن ودعم أسكريا فكرة إسرائيل كتحالف أدو لإرضاء هذا المعسكر الضخم في أمريكا الذي لإعتبارات انتخابية في المقابل هناك أيضا المعسكر الآخر الضغط عليه من الحزب الدموقراطي الضغط من الجانب العربي من الأقليات في ميتشيون ولاية مترجحة يحاول إرضاءها من خلال اللعب على المسار الإنساني إبداء مرونة مطالبة إسرائيل بتخفيف قصف المدنيين تقليل هذه المعاناة لكن دون المطالبة بوقف دائما إطلاق النار أيضا في المسار السياسي وحاول كلمة الحديث عن حل الدولتين في إطار الوعود لكن شكل الدولة الفلسطينية طبيعة هذا الحل هل هو دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية أم هي على الطريقة الإسرائيلية مجرد كانتونات في الضفة وغزة واستبعاد القدس كل هذه مساء تظل في إطار أنها وطار الوعود وبالتالي هنا بايدن يحاول أن يوازن يكون في المنتصف وهذا ما سبب إشكالية في السياس الأمريكي استغله الحكومة الإسرائيلية والمنططرف في إبداء نوع من التشهد ليه؟ أنا في اعتقاد هذه النظرية تبادل الأدوار أمريكا هي الطرف الوحيد القادر على الضغط على الجانب الإسرائيلي لو أرادت لكنها حتى لا تريد وبالتالي هنا الإشكالية التي يعني يريد المصريين أن نسمعها من الوزير الأمريكي كيف يمكن الأمريكا أن تترجم هذه الرؤية وهذه المواقف المعلنة على الأقل فيما تعلق بالتهاجر القصري بحل الدولتين كيف سيتم تطبيقه أيضا فيما تعلق بيئة الجانب الإنسان على المصار الأمني وتوسع الصراع أمريكا ظهريا تقول أنها معدن توسع الصراع لكن السياسات الأمريكية حتى الآن بعد أربع أشهر هي بتقود لتغذية البيئة الصراعي سواء من خلال عدم تبضغط على أسراء الوقف العدوان على غزة أو من خلال توظيف التهديدات الإقليمية لأغراض استراتيجية أمريكية وغرض عسكرات المنطقة وبالتالي بتحاول أن إطار لعبة المصالح مع قوة الإقليمية معروفة لكن المصر تدفع السمن المنطقة تم رأينا في قناة السويس ودعات سلبية وبالتالي هناك رسائق وتبادلة لكن على الأقل أمريكا حتى الآن يعني رأيه جاءة وليس لديه أليات واضحة لإحداث تفعيل على المصارات السلاثة طيب من جديد إلى واشنطن مع الدكتور وليام لورنس دكتور لورنس ضيفان في هذه الفقرة ضيفي في القاهرة وضيفي في الناصرة متفقان على أن الولايات المتحدة الأمريكية ليس لديها الإرادة وليس لديها الرغبة للضغط على إسرائيل بل إن ضيفي في الناصرة أشار إلى مسألة إقرار الدعم المالي الأخير لإسرائيل 14 مليار دولار في ظل ما يجري وفي ظل ما تقوم به إسرائيل لماذا تبدو الولايات المتحدة؟ وكأن بالفعل ليست لديها إرادة لحقن الدماء وللحيلولة دون توسع الصراع في الشرق الأوسط لأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن تأخذ الطريق الصحيح دعوني أصحح بعض الأشياء الفكرة وراء 14 مليار دولار هو دعم دولة إسرائيل الحليفة في الدفاع عن نفسها وهذا ليس بالقرار الجديد وأيضا دعونا نقول أن أغلب العاملين في المصاري السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية يريدون أن يتم وضع الشروط لهذه المساعدات وهو إمرار المساعدات الإنسانية ولكن الولايات المتحدة الآن تدعم إسرائيل من أجل تقويد حماس وإقتلاع حماس من جذورها وكما أشرت في السابق الولايات المتحدة الأمريكية تحاول قدر الإمكان أن تقنع إسرائيل أنه من مصلحتها أن تقوم بإنهاء هذه الحرب بأسرع وقت ممكن وأن يتم إنهائها بنهاية عام 2023 ولكن إذ هم يحاولون قدر الإمكان ويبذلون قصار جهدهم من أغلى الضغط بسرعة إنهاء هذه الحرب من الجانب الإسرائيلي وهناك بعض المناقشات أن من الممكن أن يتم إطالة أمد هذه الحرب قليلا ولكن هنا الهدف وراء الانتهاء من وجود حماس ولكن دعونا أن نقول أنه عندما يتم إنهاء هذه الحرب على الأرجح سيتم إنهاء وجود نتنياهو في منصبه فمن سيأتي بعد نتنياهو؟ يجب علينا أن نفكر في هذا لأن هذا من الممكن أن يكون نقطة تحول في تاريخ إسرائيل فيما يتعلق بالمسألة الخاصة بابتزاز إسرائيل للولايات المتحدة وهو ما قاله أحد ضيوفي قاله الدكتور أحمد الآن هل أنت ترى فعلا بأن ما يجري من مواقف إسرائيلية إنما هي في حقيقة الأمر ابتزاز لواشنطن في عام الانتخابات؟ الحكومة الإسرائيلية تحاول قدر الإمكان أن تستغل الموقف بفضل الممارسات من وجهة نظرهم ومنذ العام 2008 كان هناك بعض التطورات وحتى القرارات وأغلب الأمريكيون اليهود كانوا مواليين للموقف الفلسطيني وهذا أيضا يضع ضغط على حكومة بايدن من ناحية ومن ناحية أخرى هناك اللوبيا الإسرائيلي والضغط على الولايات المتحدة الأمريكية للدعم حليفتها وتصريحات بن جفير عن إنما فاز ترامب بهذه الانتخابات ما سيكون جديد في مصار هذه الحرب لذا يحاول قدر الإمكان أن يقوم بايدن بإنهاء هذه الحرب لأن فرصته في الفوز بالانتخابات ستزيد فور انتهاء هذه الحرب ولهذا هو يحاول إقناع إسرائيل لوقف هذه الحرب طيب تحول مجددا إلى الناصرة مع الأستاذ محمد زيدان أستاذ محمد يعني الخلاف حتى فيما يتعلق بمسألة إقامة الدولة الفلسطينية الخلاف الأمريكي الإسرائيلي أصبح علنيا يعني خلاف يتم تبادل فيه للتصريحات بين الأمريكيين والإسرائيليين الولايات المتحدة تلمح إلى هذه المسألة الإسرائيليون يرفضون رفضا كبيرا ما يتعلق بإقامة دولة فلسطينية هل تعتقد بأن هذا الخلاف يعكس الموقف الحقيقي أم أنها مجرد يعني منورات إعلامية يعني أولا في مستويين سأجيب على هذا السؤال أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية ليست جادة في كل ما تقوله بخصوص الدولة الفلسطينية فقط للتذكير منذ اتفاقيات أوسلو الولايات المتحدة الأمريكية هي من رعد كافة الاتفاقيات والاجتماعات والمفاوضات حول الاتفاقيات التي كان من الممكن أن تستغل الولايات المتحدة الأمريكية قوتها من أجل تطبيقها أوسلو مستمر منذ 1993 وحتى الآن الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن بأي شيء من أجل حتى الاعتراف بالدولة الفلسطينية أو فقط مجرد حديث عن الدولة الفلسطينية وكانت تتفرج حينما قامت إسرائيل بإقامة المستوطنات إسرائيل ردت على ذلك فقط أول أمس تم مناقشة في الحكومة الإسرائيلية تم مناقشة إقامة سبعة ألاف وحدة إسكانية في الضفة الغربية الولايات المتحدة الأمريكية لم تحرك ساكنا أزاء هذا النقاش وهو نقيض قضية الدولة الفلسطينية فيما يتعلق بالمستوى العملي يعني الولايات المتحدة الأمريكية أعتقد بأنها تضغط على إسرائيل لفظيا بشكل خفيف جدا حينما تتحدث عن ذلك إسرائيل وبن يمير نتنياهو لا يصدقون هذه الضغوطات ويتعاملون معها على أنها مجرد ضغوطات داخلية بين أصدقاء وبالتالي عدم وجود أي آلية لإلزام إسرائيل أو لفرض أي إجراء جزائي على إجراءاتها التي تتناقض مع السياسة الأمريكية يجعل كل تهديدات وتلميحات الولايات المتحدة الأمريكية مجرد كلام وهذا ما فعلا ما تقوم به إسرائيل يعني هناك لدى المعلقين السياسيين الإسرائيليين أكثر من إجماع على أن تصريحات بن كفير كانت بالتنسيق مع بن يمير نتنياهو الذي أراد أن يرد على بايدن بخصوص التلميحات والتسريبات التي قيل أنه شتموا فيها أو في أحدى الجلسات المغلقة وبالتالي أيضا التصريحات التي صدرت عن بن يمير نتنياهو اليوم في جلسة كتلة الليكود التي تحدث بها عن نقيد كل ما يتحدث به الأمريكان بخصوص وقف الحرب بخصوص تبادل الأسرة الحديث على أنه لن يطلق أسرة يعني من الوزن الثقيل أو أسماء من القيادات الفلسطينية أنه لن ينهي الحرب خلال أسابيع وإنما قال نحتاج إلى عدة أشهر وقد تمتد إلى نهاية العام وكأنه يقول لبلينكين قبل أن يصل إلى البلاد إلزم حدودك وكأنه الحدود السياسية التي يمكن أن تتحدث بها ضمن هذه التفاهمات وبن يمير نتنياهو بالنسبة له هذه معركة وجودية هي ليست معركة حرب غزة فقط وإنما هي معركة تضمن له أن يبقى في الحكم فترة أطول أو يذهب إلى السجن وتنتهي حياته السياسية ولذلك هو ذاهب إلى النهاية وهو معروف بكل تعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية وبالذات مع بايدن حينما كان مساعدا للرئيس أوباما كيف تعامل معهم بن يمير نتنياهو وكيف تجاوزهم ووصل إلى الكونغرس وخطبها ضد كل سياسة الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص الاتفاق النووي مع إيران إذن يعني تاريخ العلاقة معروف ويبدو بأن بن يمير نتنياهو لا زال هو ذاته نعم وبايدن لا زال هو ذاته وبالتالي لا توقعات فعلية من هذه التصريحات وبالتالي حسب ما تفضلت بذكره أستاذ محمد وسؤالي التالي لدكتور أحمد المنتظر قليل من هذه الجولة جولة وزير الخارجية بلينكين هناك تحديات دكتور محمد كثيرة تفضلت أنت بذكرها وأيضا ضيفايا الكريمان من أيضا من بين هذه التحديات أن حلفاء إيران في المنطقة لم يبدو مؤشرات تعكس أنهم ارتدعوا من الضربات الأمريكية يعني قبل قليل كان هناك خبر عاجل على شاشتنا عن أن الفصائل العراقية استهدفت مناء إيلات بمسيرة يعني وكأنه يعني الضربات الأمريكية لم تردع هذه الفصائل وبالتالي التحديات تزداد أمام بلينكين في هذه الجوة هذه التحديات بالفعل هي نتيجة عن السياسة الأمريكية ذاتها هي السياسة طبعا ضبابية متقبطة متناقضة هي تؤدي لمزيد من الصلاة والتوتر في المنطقة وريد فقط أن أوضح أن هذا البيان كان صدر اليوم عن هذه الفصائل العراقية لكن الضربة التي قيل أنها استهدفت إيلات كانت في 28 يناير تمام وأنا في اعتقادي أن حتى كتبت مقال اليوم في الأهرام بعنوان أمريكا وإيران والتوظيف المتبادل بمعنى أن هناك قواعد للعبة تتجاوز حتى القضية الفلسطينية ويتم استخدامها لأغراض خاصة استراتيجية بكل الطرفين يعني إيران وأزروعها تصاعد تضغط على أمريكا لتحقيق أهداف استراتيجية خاصة بالبرنامج النووي لكنها حريصة على عدم الصدام مباشر مع أمريكا في المقابل أيضا أمريكا توظف هذه التهديدات لتعزيز نفوذها الاستراتيجية في المنطقة وتواجدها العسكري ويعني طبعا يعني لكنها أيضا حريصة على عدم الدخول في مجاوة بشرة مع إيران أو مع هذه الأزروع وذلك ضربات أمريكا ضربات رمزية ضربات محدودة ضربات فقط لإستعارة الرادة عندما يتم تجاوز الخطوط الحمراء من إيران وأزروعها المتعلقة فقط باستهداف الجنود الأمريكيين وبالتالي هنا أمريكا تقول وأحد أهداف الجولة هو منع توسع الصراع إقليميا واحتوائه لكن السياسات الأمريكية هي السياسات تقود في النهاية إلى مزيد من الصراع النقطة الثانية أن الفعالية الأمريكية فيما تعلق بإنجاز حتى الصفقة الأسرع هي أيضا فعالية محدودة لماذا لأن أمريكا المفترضة منها كوسيط لكنها وسيط منحاز يعني هي تتبنى وجهة نظر الإسرائيلية في رفض دائم لإطلاق النار وبالتالي تطالب إسرائيل فقط بيبدأ أمرون نسبية في أمرين يعني هدنة طويلة مربما شهر ونصف لشهرين خاصة مع قدوم شهر رمضان والمتعلقة بإطلاق صراحة الأسرة أيضا تضغط باتجاه كما قال بايدن بأي سمن علي أن تطلق حتى لو أطلقت ألاف الأسرة بما فيهم القيادات الإعلية ترداء حماز مثل مصطفى البرغوطي أو غيرهم من القيادات وبالتالي هنا الأمريكان لا أيضا هم لا يردين ضغطا كبيرا على إسرائيل قد يكلف الرئيس بايدن أيضا متاعب أو تدعيات سلبية في مشواره الانتخابي خاصة من اليوم اللي هو في المقابل أيضا هو بين مطرقة وسندان المطرقة من ناحية الأخرى أنه ضغوط من الحزب الدموقراطي من الدول العربية على الأقل الوقف هذا العدوان مع ارتفاع هذا العدد الكبير من الشهداء الفلسطينيين أكثر من 27 ألف شهيد وهذه المأساة الأمر الثاني أمريكا كلما مر الوقت كلما كان شكل عيب ضغطا استراتيجيان على أمريكا لأن بعد أربعة أشهر هي أعطت ضغوط أخضر والصلاحات الكاملة لجانب الإسرائيل لم يحقق حتى الأهداف المعلنة سبب تحرير الأسرة أو القضاء على الحماس أو منع التهديد من الغاز وبالتالي هنا بدأت أمريكا تقول أن الوقت ليس في صالحها وبدأت تضعط إسرائيل على الأقل لتوقيع صفقة نسبية هدنة نسبية يمكن أن يسوقها الرئيس بايدن كإنجاز للداخل الأمريكي مع تبارات الانتخابات وفي ذات الوقت لا يتصادم مع اللوب اليهودي فأنه فرض وقف دائم لإطلاق النارة ونهاء الحرب على إسرائيل طيب وهذا السؤال يعني ربما سيكون السؤال الأخير لأن الوقت يدهن لسيد لورنس في واشنطن هل تتوقع أنه يعني ما كنا نتحدث بشأنه عن إمكانية توسع الصراع خارج النطاق الجغرافي لغزة هل تتوقع بأنه المساعي الدبلوماسية الأمريكية ستنجح في عدم توسع الصراع في إطفاء هذه الحرائق الإقليمية لكي لا تصبح وتتحول إلى حرب إقليمية واسعة هناك خطر كبير واحتمالية كبيرة أن يتم اتساع رقعة هذه الحرب لذا الولايات المتحدة الأمريكية تحاول قدر الإمكان أن تأخذ تدبير مضادة من أجل أن يتم تقويد هذه الحرب وأن لا يتم اتساع رقعة هذه الحرب وهي تحاول قدر الإمكان من خلال الضربات الجوية أن ترسل رسائل للميليشيات المدعومة من قبل إيران أن لا تقوم بتكرار ما حدث ولكن هذا قد تم عمله بطريقة محددة للغاية من أجل عدم استهداف المدنيين الولايات المتحدة الأمريكية قد أرسلت مبعوث للتواصل والمناقشة مع لبنان من أجل عدم تصعيد رقعة هذه الحرب هناك الكثير من الخطوات الملموسة التي يتم اتخاذها من قبل الحكومة الأمريكية ولكن أتفق معكم أنه يجب أن يكون هناك إنهاء لهذه الحرب بأسرع وقت ممكن وأأمل أن المفاوضات التي بدأت في باريس أن تؤتي ثمارها وأن يتم تقويد قدرة حماس في عجالة مع الأستاذ محمد زيدان يعني صحيفة البريطانية تتحدث عن أن بلينكين يحمل صفقة كبرى معه إلى الشرق الأوسط تتضمن تطبيعا بين السعودية وإسرائيل تحركا جوهريا نحو الاعتراف بدولة فلسطينية وإلى آخره ضيفي في واشنطن يتحدث عن أن احتمالية توسع الصراع ليتحول إلى حرب إقليمية هي إمكانية كبيرة جدا هل صنع القرار الإسرائيلي وأعني هنا نتنياهو هل يأخذ بعين الاعتبار ذلك أم أنه سيرجح مكاسبه الشخصية في استمراره على المسرح السياسي يعني على العكس تماما بن يمين نتنياهو من وجهة نظره يريد جر الولايات المتحدة الأمريكية إلى حرب واسعة وهذا الحديث منذ بداية الحرب حينما جاءت حاملات الطائرات إلى المنطقة كان يريد أن يستغلها من أجل إشعال الحرب مع حزب الله في لبنان على مستوى المعادلة السياسية لبن يمين نتنياهو هو ذاهب إلى معركة مصيرية في مستقبله السياسي وهي الأهم بالنسبة له فأعتقد بأنه بن يمين نتنياهو لن يحترم أي اتفاقيات أو تصريحات يمكن أن يقولها لباين شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد زيدان الكاتب والباحث في الشؤون الإسرائيلية من الناصلة شكرا لضيفي في واشنطن الدكتور وليام لورانس الدبلوماسية الأمريكية السابق وشكرا موصول لضيفي في الأستوديو الدكتور أحمد سيد أحمد خبير الشؤون الأمريكية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية شكرا جزيلا لكم